اكد سعدة سيد عبدالله بن عاد الفخر ووزير صناعة وتجارة عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار من خلال توسيع التبادل التجاري لتنمية القدرات التنفسية والعلاقات التجارية والاستثمارية في مجالات متعددة جاء ذلك خلال الاجتماع والذي عقده سعدة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة مع سعدة السيد غريغ هانز وزير الدولة البريطانية للسياسة التجارية والوفد المرافق له وذلك بحضور سعدة الأستاذ إيمان أحمد الجوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين وخلال الاجتماع جاء بحث عدد من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية والمرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر